او 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 لاعب برازيلي في الدور الانجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افسي خمسة وعشرين التيم راح نفتح بعض برومو باكيجز وراح عسى انه يحالفن الحظ ونحصل على لاعبين بقدرات ممتازة الحالية المتوفرة هي البرميوم ستارتر باكيج بالفين نقطة والفين 2000 بوينتس راح نشوف ان شاء الله نحصل على لاعب رير سيكون حالفن الحظ يعني بسم الله وعلى بركة الله يا الله نشوف من راح يطلع عنا من اللاعبين او 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 لاعب برازيلي في الدور الانجليزي او 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 جبرييل مع اكس هاكا هذي البكيج بريم الساق بريم الساق حق بريمي 75 لاعب واللي him Ex Haka بريم jungl وبقية ال 75 لاعب وفي طبعا 3 بيك بلاير بيك اللي هو يكون عن طريق نظام اللون راح ناخذ روبن دياز راح نشوف اللون الآخر تشكيلة راح تكون تقريبا من الدور الانجليزي فراح اخذ برونو فرنانديز اخل لاعب عسى انه يكون لاعب بقدرات راح اخذ هذه البنت او رودريغو راح اختار هذي في الدور الانجليز لاعب وسط سي ام راح اخذ رودريغو اكتملوا اللاعبين 75 لاعب في لاعبين اكيد راح اعرضهم بعدين للبيع راح ارسلهم الى الكلوب طبعا متبقى عند 2600 نقطة راح نحاول مرة اخرى في البرومو باكيكس يلا هالمره ان شاء الله يكون حظنا اقوى عن المرة الماضية مرة اخرى مدافع في الدور الانجليزي وليامسون لاعبة فريق ارسنال كنت اتمنى لاعب افضل بس في بعض نفسي الطريق هذا البكيس تحتوي على 75 لاعب راح نحفظهم وننتقل الى الخطة لا فيه اللي هو ثلاث لاعبين او راح اخذ اي بلاك او بلاك او فالفيردي فالفيردي ممتاز راح يلعب مع ريدريق في الخطة هذا ممتاز او دي جيرد او خلاعب في البلاير بك او حارس ممتاز اريد هذا الحارس اللي هو ايدرسن راح يكون لون لمدة عشر مباريات تقع عندي ستمائة نقطة راح تفضهم لاني اريد العب واللين درافت فيما بعد راح ننتقل الى الخطة ونرتبها في افضل لاعبين طبعا هذه اللاعبين تشكيلة ديفولت او التشكيلة يعطوك لاعبين في البداية عشوائيين طبعا اتحصلت في البداية على اس باس ايه عطنا عنده بالنقهام ايه بالفيردي الاسف ما عندنا مهاقم بالدرجة ما عنده مهاجم قوي راح اختار هذا اللاعب راح انزل هذي انتانا بوماتي لعبت نادي برشلونة صارت في زحمة في اللاعبين هذا لازم يكون left midfire او لاعب ايسر منتصف ما هو ملقود بنزل بالمر وايت راح يكون في القهة اليمنى باك عيمين هذا اللاعب 75 ما ريد لعب بلاعبين بمستوى ضعيف روبين دياز عندي اعار روبين دياز لمدة عشر مباريات راح يلعب في محور الدفاع مع جابرييل ومعهم في حراسة المرمى راح يكون ايدرسون مثل ما شفتوا اول في البكك طلع ايدرسون راح يكون طبعا موقع تبك لمدة عشر مباريات متبق عندنا الليفت باك ريد لاعب بمستوى يعني مستوى مكبول ما شفت ظهرنا في البكك مدافعين هذا اكونو اكونو لاعب الارغنتيني تقريبا اكتمل التشكيل المبدائية في الالتمت تيم في لاعبين اكيد ما راح نحطهم في الدكة الاحتياط اكيد راح نحتاج لهم في وقت التبديلات تعالي يا رودريغو ما تبقي اخر لاعب قنابري يعني نتخيل عندي قنابري راح نختار هرنانديز كاخر اللاعب راح نبدل طول ما احنا نلعب لانه هذه كتشكيل مبدئية راح نشوف نسجام لعبين وايضا عدنا لون اصلا في لاعبي اللون راح نختف بعد 10 مباريات اكتمل التشكيل وانشاء الله في المقطع القادم راح نلعب مبارياتنا بفريق الالتمتيم اللي كونا اشتركوا في القناة